السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا كرام في هذه الحلقة اليوم سوف أجيب على تقريبا ثلاث أسئلة تتعلق بآخر فيديو وضعته بخصوص المقترح الذي تقدمت به السيدتين سلازار وإسكوبار والمتعلق بالقرارات الخاصة بالمهاجرين الغير شرعيين المقيمين على أراضي الأمريكية وكذلك بعض الاقتراحات بخصوص المهاجرين الشرعيين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية فهناك سؤالين توصلت بي مصر ويظهر لكم على الشاشة من خلال بعض مشاهدي القناة وأشكرهم بهذه المناسبة بخصوص هل تم تطبيق هذا القانون أولا هذا ليس قانون هذا مشروع قانون مشروع قانون هو حينما يتم مطالبة بمقترح من طرف أشخاص وهذا المقترح يجب أن يكون هناك تصويت عليه في مجلس النواب الأمريكي وفي مجلس الشيخ الأمريكي وبعد ذلك يتم المصادقة عليه لكي يصبح قانون هذا ليس بقانون بمعنى أن هذا الأمر الذي تحدثت فيه في ذلك الفيديو هو فقط مقترح تقدمت به هؤلاء النسوة ولحد الآن لم يتم تطبيقه لأنه ليس بقانون هذا أول سؤال يعني ولدني السؤال الثاني يتعلق هل هو مجرد نقاش يعني هذا الموضوع الذي تحدثت عليه هو المجرد بنقاش لا هذا ليس بنقاش هذا قرار اتخذ يعني اتخذته سيدة من حزب الديموقراطي وسيدة من حزب الجمهوري وقدمه مقترح يعني ليس فقط محادثات وكلم نعم هذا مقترح تم التقديمه وفي حالة يعني كانت تصويت عليه أنا داك إذا دخل حيزة في عيسى يصبح قانون لكن لا نعم متى سوف يتم التصويت عليه أم لا فهذا أول شيء ثاني شيء وهو أن هناك شخص سألني ما هو رأيي بخصوص هذا المشروع المطرح أقولها بصراحة بالنسبة لهذا المشروع كان من المفروض أن يتم تركيز على الهجرة الشرعية عوض الهجرة الغير شرعية مثلا بالنسبة لتأشيرات الإخوة هذه التأشيرات التي تأخذ سنوات 11 سنة 15 سنة شخصيا أتمنى أو كنت أتمنى أن مثلا هناك مقترح يتم تقليص هذه المدة لسنة أو سنتين عوض 15 سنة لأن هناك أناس يعني أتواصل معهم الآن أصبحنا أصدقاء قدم لهم الإخوة يعني هنا حالة مثلا هنا في فلوردة أحد المغاربة أخوه قدم له في سنة 2011 ولحد الآن يعني لم يتوصله برسالة مقابلة أو أي شيء سنة 2011 يعني أنه تقريبا الآن 12 سنة من الانتظر فمثلا مثل هذه المقترحات كان من الأجدر شخصيا أن يتم التركيز على الهجرة الشرعية يعني تقليص المدة بالنسبة لمعالجة الملفات الخاصة بتأشيرات الإخوة تقريص المدة بالنسبة لجميع التأشيرات يعني مثلا لم يشمل الخطوبة أو غيرها من الأمور لأنه إذا ركزتم ولو قليلا سوف تلاحظون أن الشق الأكبر من هذا المقترح الذي تقدمت به هؤلاء النسوة يركز على الهجرة الغير الشرعية أو على المهاجرين الغير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية تذكروا أن هؤلاء النسوة الذين تقدموا بهذا المقترح هم يعني لاتينو هسبانيك لاتينيين فبالطبع معظم المقترح سوف يركز على فئة اللاتينيين والمهاجرين الغير الشرعيين الذين يتفقون على الولايات المتحدة الأمريكية النقطة الأخرى التي يعني رأيي بالنسبة لهذا المشروع أقول أنه سوف يلاقي صعوبة خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية تذكروا أن هناك ولايات جمهورية يعني ضد الهجرة خصوصا الهجرة الغير الشرعية لأنه كما قلت نسبة كبيرة من هذا المقترح تركز على الهجرة الغير الشرعية يعني الناس الذين هم على الأرض الأمريكية لكن هم يعني مقيمون غير شرعيين هذا الأمر لم ينظر فيه حتى الرئيس الأمريكي جوبان يعني لم يحل هذه المشكلة بالرغم من أنه فتح الحدود وتدفقت الآلاف أو ربما مليونين مهاجر غير شرعي على ويات المتحدة الأمريكية إلا لأنه لحد الآن لم يتم حال هذا المشكل لم يتم معالج هذا المشكل لم يتم إصلاح منظومة الهجرة للبيات المتحدة الأمريكية فما بالك بمنح الحاليمين الجنسية أو منح يعني المهاجر غير شرعيين مقيمة على أرض الأمريكية منذ سنوات مثلا الطريق للحصول على الجرين كارز وبعد ذلك عن الطريق للحصول على الجنسية الأمريكية فأعتقد أن مثل هذه القرارات كان من الأجدر أن يتم التركيز بشكل أكبر على الهجرة الشرعية أنا هنا لست لأقول أنني ضد تصوية أوضاع المهاجرين أنا غير شرعيين ما تقدم به هؤلاء النسبة يعني أمر جيد مثلا أناس على الأرض يعيشون في أمريكا بطريقة غير شرعية يشتغلون يدفعون ضرائب مثلا يكون هناك اختبار أمني يتأكدون من أن هذا الشخص يعني ليس لديه مشاكل ليست لديه صوابق أنا ذلك يتم منحه الإقامة الشرعية هذا أمر جيد لأن هناك العزد من الناس الذين يأتون إلى أمريكا ويحرقون التأشير ويستمرون في الباقة ويشتغلون يعني بدون مشاكل ما دون يمتع يعني بعيدا عن المشاكل والقضايا الجنائية والمحاكم فهذا أمر جيد إذا تم منحك الإقامة الشرعية يوما ما فهذا أمر جيد لكن أن يمنح 11 مليون مهاجر غير صرعي يعني الإقامة الشرعية وبعد ذلك الجنسية الأمريكية فهذا أمر أعتقد أنه لن يكون هناك تصويت عليه فهذا بصراحة يعني رأيي المتواضع بخصوص هذا الأمر يظهر أن المشروع يعني جيد أقول المشروع جيد خصوصا الناس لدينا ليس لديهم أوراق ويريدون تصويت وضعهم هنا في أمريكا كما قلت إذا توفرت فيك شروط يتم تمرير هذا القارئ وكانت هناك شروط تتوفر في هذا الشخص وحصر على الإقامة فهذا أمر جيد أما أن تمنح الإقامة والجنسة لأي شخص يعني مهاجر غير شرعي في أمريكا فلا أعتقد أن هذا الأمر حتى ولو أراد بايدن لا أعتقد أن هذا الأمر سوف يتم تمرير لأن أغربة الحزب الجمهوري لديه أفكار متشددة بخصوص الهجرة إلى الوية المتحدة الأمريكية لأنه حتى الجمهوريون طالبوا بايدن في بداية حكمه أنه كان عليه الجلس لطولة المفاوضة معهم وحل مشكل الحدود بعد ذلك يتم الحديد في إصلاح منظومات الهجرة لحد الآن بايدن لم يجلس مع الجمهوريين يعني لا يمكن أن نلوم الجمهوريين لا يمكن أن نلوم الجمهوريين على مثلا مواقفهم متشددة كان من الأجدر على الرئيس الأمريكي لجو بايدن أنه بسبب هذا صراع حزبي بين الديموقراطية الجمهوريين بخصوص يعني المهاجرين غير الشرعيين أن يجلس لطلوبة المفاوضات وأن يضع حل مثلا لتدفق المهاجرين غير الشرعيين على الحدود يتم حل لذلك الأمر بعد ذلك الجمهوريين يعني يجلسون ويقدم يعني منظومة إصلاح الهجرة التي وعد بها في الحملة الانتخابية وأن ذلك سوف يتم توصل إلى حل وسط أما أنك تستمر في فتح الحدود تستمر في استقبال مهاجرين غير الشرعيين في العديد من مدن أمريكية وهناك فيديوهات لمهاجرين غير الشرعيين في نيويورك يبحثون على فرصة عمل سوف يظهركم بعض الفيديوهات لمهاجرين غير الشرعيين قد من أمريكا اللاتينية في نيويورك يعني من الصعب عليهم إيجاد فرصة عمل يعني هناك مكان في نيويورك أعتقد كأنه موقف يعني موقف للناس الذين تبحث عن عمل وكلما شاهدوا سيارة يعني تلاحدهم يجرون ورد السيارة من أجل سؤال الشخص هل يحتاجوا إلى عمل أو غيرهم الأمور نعم هناك ضرر مثلا هنا في فلوريدا هناك ضرر على الاقتصاد ولاية فلوريدا لأن هناك العديد من العمال الذين ربما يفكرون في الانتقال إلى ولاية أخرى عوض البقاء في فلوريدا بسبب القارن الذي اتخذه رون ديسانتس بخصوص العجرة والمهاجرين الغير الشرائيين في الولايات المتحدة الأمريكية أو في داخل ولاية فلوريدا فهناك العديد من أشارك والتي سوف تضرر في هذه الولايات ذلك دائما أقولها أنه 90% شخصيا أعتقد أن رون ديسانتس لن يفوز بانتخابات الرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هناك تصلت الضوء عليه على أنه متشدد وكذلك لأنه ربما لديه أتباع داخل في فلوريدا لكن ليس لديه أتباع خارج الولايات فلوريدا ليس مثل ترامب ترامب لديه شعبية كبيرة على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة أو حتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية شعبيته يعني ينصر مشهور لديه موقف سياسي أما بالنسبة لديسانتس لا أعتقد أنه ربما لديه حضور في الفوزي بالانتخابات الرئاسية الموضوع الأخير الذي سوف أجيب عليه هو بعض الناس الذين تساءلون معك من الأسف بخصوص الأمور المتعلقة بالقرعة الأمريكية لسنة 2020 و2021 لحد الآن إخواني ليس هناك جديد معك من الأسف أقولها بصراحة ليس هناك جديد في إطار يعني القرعة الأمريكية سنة 2020 و2021 هل هناك حكم نهائي ليس هناك حكم نهائي ليس هناك أي شيء لذلك تواحدون أنني لا أضع فيديوهات بخصوص الهجرة أو بخصوص هذه الأحكام لأنه معك من الأسف ليس هناك أي أخبار تدل على أنه سوف يكون هناك أي جديد إن شاء الله لو ظهر أي أمر سوف أخبركم إن شاء الله في قدمي الأيام شكرا لكم السلام عليكم